السلام عليكم كديري لبس عليكم بخير كانت منى تكونوا في أحسن الأحوال يوم ان شاء الله سنشارك معكم حلوة سهلة وبسيطة وضغية توجد ما تتأخذش الوقت نهائيا بلا طابع بلا وعلو نخليكم مع المقادر وطريقة التحضير أول حاجة عندي هنا 250 جرام ديال الزبدة تكون بحرارة المطبخ ندير معها جوج معالق كبار ما يكونوش عمرين بزاف ديال سكر سانيدا ندير معها ثلاثة ديال معالق كبار عمرين بزيان ديال السكر البني اللي يطحنته في الخلط الكهربائي حتى أولا هكا على شكل غبرة سوف نخلط ديال المكونات كلها مزيان حتى تنسج مليا الزبدة مع السكر سوف نضيف بيضة واحدة وعود نخلط مزيان سوف نضيف الدقيق شوية بشوية سوف نقول لكم بالضبط شحل هزت لي ديال الدقيق سوف نضيف الددائق ثم نضيف كمية الوزئي فيلي و نجمعها جيدا ثم نقسم العجينة و نقسمها على الجوج و نحربها على هذا الشكل و نضيفها في البلاطو و نضيفها في تلاجات قريبا نصف ساعة حتى تشد فرصها و تقصح يديك السبدالي فيها و نضيفها حتى نكمل معكم باقي المراحل ثم نضيفها في التلاجات اخذت بلاطو كمية السكر سنيدة و نحر بها جيدا و نضيفها في تلاجات قريبا نصف ساعة اخرى و نضيفها في المجمي و نضيفها قريبا نصف ساعة ثم نضيفها في تلاجات لنقطعها و يكون للموس جيدا لكي لا يتخسر لكم الشكل و نضيفها نسخه نضيفها قريبا نضيفها بلطفق و نضيفها في واحد الضواء من قبل بالزيت و نضيفها وارقة احتران ضيفها بالزيت و لن نجد ما يسكد فيها نقدي و نستمر حتى نكمل الجيد حدث في التلاجات من بعد مسارة الكيمياء كاملة سوف ندخلهم الفرن على درجة حرارة 180 سوف نشعل عليهم من تحت ومن فوق حتى يتحمروا ونحيضهم وهذا هو الشكل النهائي لهم صراحة يأتي وزوينين بزاف المعضاق ويأتي ومقرمشين شوفوا معي الشكل اللوزئ في لك فشكيبا من الداخل صراحة يأتي وزوينين بزاف كنتمنى انهم منالوا الاعجاب لكم وما تنسوش تخليوا ليلي لايك ديالكم والتعالق ديالكم ومرحبا بالناس اجداد اللي اشتركوا معي في القناة ومرحبا بالناس اجداد كذلك اللي اشتركوا معي في الصفحة ديالي عبر الفيسبوك والتيكتوك والانستغرام لكذلك باسم شيوة اومان نخليكم منطلقا في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات جديدة شكرا لكم على المتابعة الى اللقاء